موسيقى الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا أجمعين كنت أعددت بحثا عن صناعة الإنسان في مشروع التغيير في نظرية المنهاج النبوي للإمام المجدد عبد السلام ياسين هذه النظرية نظرية المنهاج النبوي تمثل تصورا متفردا ومتميزا بخصائصها ومزاياها ومقوماتها فهي تضع التصور الصحيح الذي يمثل التغيير ويحقق الغايات التي يهدف لها الإنسان الصالة ومنهج الأستاذ الإمام رحمه الله تعالى في صناعة الإنسان وبنائه فكرا وعقيدة ومعاملات وسلوكا هو مستوحى من المنهج النبوي المنظم المفصل التطبيقي فهو وضع هذه النظرية وفق هذا المنهج المنظم المتدرج فهو يحاكي تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ومع وجود الفارق يعني مع استحضاره لوجود الفارق بين الحاضر الذين عيشوا فيه والماضي النبوي فهو شخص داء الأمة وأدلى بدلوه لعلاجه وإصلاحه فقد بيّن لنا مبتلية به هذه الأمة من ركام هائل من الفلسفات والتصورات والأوهام التي أثرت على عقيدة الأمة وأثرت على توازنها وارتكازها لذلك وكذلك ذكر لنا ما ذهبت ما أدت له هذه التصورات والأوهام من ذهاب الأمة نحو أتون الصراعات السياسية وانقلاب القيم والأخلاق الفاضلة والنبوية وما شهدته الأمة من انقلاب على المنهاج النبوي تسلط الحاكم وكذلك هو وضع التصور عن المعضلة الحقيقية التي تواجه الأمة الإسلامية الآن نتيجة للتطور الأطر والهياكل السياسية والاجتماعية وما تطرحه القضايا المعاصرة من مشكلة الآلة ومركزية الآلة في حياة الإنسان لقد تفرد الأستاذ الإمام رحمه الله تعالى بمؤهلات تربوية وموهبة إبداعية دعوية جعلته يرسم نظرية متميزة لتغييد وصناعة الإنسان المسلم وصناعته وفق منهج تطبيقي متدرج منفتح على الحياة ومتوازن بما يستند إليه من نصوص الوحي يستند عليه من نصوص الوحي ونور البصيرة ونور البصيرة فهو له بصيرة ونور كان ينظر به معاة استناده على نصوص الوحي فكانت له بصيرة ونور يهتدي به إلى الطريق السوي فهذه النظرية لو طبقتها الأمة لرجعت إلى صفائها ونقائها وهي إن شاء الله تعالى مستعدة لتطبيقها إن بينت لها ومررت لها برفق إن تغيير الإنسان عمل في غاية التعقيد يحتاج إلى عوامل هامة لإنجاحه على النحو المقصود بشرحتها معالم نظرية المنهاج النبوي عند الأستاذ الإمام المجدد ولذلك أنا تساءلت في بحثي أن تساؤلات رئيسية عن مفهوم صناعة الإنسان في نظرية المنهاج النبوي وكذلك عن منطلقات هذه الصناعة فوجدت أن مفهوم الصناعة عند الإمام المجدد صناعة الإنسان هي التربية الإيمانية هي تغيير ما بالإنسان صلاح قلبه أن يصلح قلبه فإذا صلح قلبه هاته هذا هو مفهوم الصناعة يتغير كل شيء يتغير تصلح التربة التربة الأساسية التي فيه وهي الفطرة عندما تنظف من الشبائب ومن المؤثرات فيكون القلب صالحا وصلاح القلب له الفلاحة أيضا منطلقات هذه الصناعة منطلقاتها هي الوحي هي المنهاج النبوي ومنطلق الصناعة وهناك فرق بين ما هو تعبدي وما يتعلق بالسلوك والمعاملات فالجانب التعبدي في منهاج النبوي لا يمكن أن يقاس عليه لا يتغير ولا يتبدل هو هو لكن في الجانب الأخلاقي والمعاملات يمكن أن يقاس عليه يمكن يحدث فيه تمثل بالنسبة للطوارئ التي تحدث في هذا الزمن لذلك هو هذا الجانب ينطلق منه ينطلق منه بفهمه للمقاصد الوحي وكلام النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقيس عليه يعالج أسباب وأسباب التخلف وأسباب التي أثرت على الإنسان المعاصر هذا بالنسبة ما هي معالم أو معالم نظرية المنهاج تغيير الإنسان وصناعته فهي تتحدد عند الأستاذ الإمام ووفقا لنظرته وقراءته بمجموعة من المعالم لكن قبل أن يدلي بدلوه في هذه أو يضع لنا معالم لتغيير نظرية الإنسان هو تكلم عن حالنا عن حال الأمة الإسلامية فتكلم عن المؤثرات التي تؤثر في شخصية الإنسان المسلم المعاصر ولخصها في أوجه ثم بيّن لها أسباب أوجه الاختلال أوجه الاختلال في شخصية المسلم منها الأفكار الجديدة والمعتقدات والفلسفات التي أصبحت تعج بها الساحة الإسلامية ويعتنقها الكثير من المسلمين كذلك المدرسة التي أصبحت تبعد الإنسان المسلم عن دينه وعقيدته ولا توفر له صناعة حقيقية ولا تربطه بالمبادئ الإسلام فهو استثمر في قضية الحفاظ على الفطرة على فطرة الإنسان فلابد من وجود البيئة الحاضنة للتربية بأن الحاضنة للتربية والحفاظ على الفطرة الإنسانية من التغير والتبدل بهذه المعتقدات وهذه العادات السيئة التي أصبحت تعج بها الساحة الإسلامية بالنسبة لأسباب الاختلال في شخصية المسلم لخصها في أسباب كثيرة منها الفقر منها سيادة الفقر في البلاد الإسلامية فبالفقر يستسيغ الإنسان ما لا يستسيغ الإنسان السوي في حالة جسر كذلك انتشار الجهل بمستويين أحدهم العوز المعرفي العوز المعرفي الناتج عن حرمان كثير من الشباب ومن الأطفال من دخول المدارس وكذلك العوز الأخلاقي الناتج عن عدم التربية عن عدم التربية وكذلك السبب الثالث هو النظام السياسي والمجتمعي النظام السياسي الذي يطبع عليه القم والنظام الاجتماعي الذي تسيطر عليه الطبقية الطبقية والظلم الطبقي والظلم الحاكم فهنا قال بأن في العصور الإسلامية الأولى كانت سيادة النظام القمعي موجودة لكن كان المجتمع متراحم الطبقية يعني الطبقات المجتمع كانت متراحمة لكن بعد الاستعمار ترك لنا أجيال ونخب سهمت في تشكيل وعي طبقي ظالم وطبقات الاجتماعية تظلم بعضها بها تغيير الأنماط العيش أيضا تغيرت بعض المجتمعات أصبحت صناعية وبعضها بقيت على الهياك القديمة في النظام السياسي كذلك سوء أداء المدرسة وبالنسبة للمعالم أولا تحدث عن خصوصية الأمة الإسلامية كما قال الأستاذ لا بد من معرفة من نحن وما مبتغانا لأن انتماء لأن انتماءنا للإنسانية لا يكفي في تحديد هويتنا إنه انتماء برتب علينا مسؤوليات اتجاه بقية بني آدم لكنه لا يكفي لتحديد هويتنا واستخلاص الصورة القيمية التي نكون بها ملمحا مميزا من ملامح الجمال والإبداع في لوحة الوجود الإنساني العريض إذن أعتقد أن ما قدمته في هذه الورقة هو رؤية الأستاذ الإمام لصناعة الإنسان وذلك في إطار مشروع التغيير في نظرية المناج النبوي وما يمكن أن يكون من نتائجه على مستوى الفكر والمنهج والتنزيل وقد مررت على المفهوم ثم تشخيص الأستاذ لحال الأمة الإسلامية والآفات التي تحيط بالإنسان المسلم والآفات التي تحيط به والتي تعيق تقدمه ونشاطه وتبعده عن الله تعالى ثم أتبعت ذلك بمحاولة تبين معالم النظام المنشود لصناعة الإنسان وملاحظة مزاياه واسماته ودقة أهدافه ووضوح رؤيته وتأكد من واقعيته وصلاحيته للتطبيق والتنفيذ وهو ما خلصت إليه الورقة أنه جاهز للتطبيق وأنه منهج دقيق وتصور عميق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر